كواسة توصلتين الحاجة هنا بل ما خش في التقرير ده الحكام ليه أحياناً بيكرهوا بعض لما واحد مصري بيمسك ليه؟ هي مشكر أنا عايز أقول في تنافس على المكان وفي ناس يعني تحس إنه المكان ده كما لو كان هو ليه هي بس مش لحد تاني أيوة بس ده مصري اللي بيمسكه أيوة لكن يعني أنا عايز أقول رئيس لاجة الحكام حالياً أنا بتكلم كلام بقى وقعي أيوة عشان يبقى رئيس لاجة الحكام لازم يكون عنده شغل يعني أنت فاهمني يا كابت المصرفة زي ما يجيب مدير فني نعم يمسك فرقة لازم يكون عنده البرامج جاي يطور يطور إيه إيه؟ لازم يكون عنده شغل ده عنده إيه؟ بس ده اللي حد دلوقتي أنا شايفه إدارة 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 نبوها دي تنفع معنا؟ معنا أنت محتاج ملعب إحنا مشاكلنا ملعب طبعا مش ليحة طبعا الناس جابتوا وقال لهم أنا كذا هو حتى أعلنها قال لهم أنا راجل جاي يعدل لكم الهيكل إدارة إحنا عنده ده الناس اللي فيها دل إيه؟ إحنا عندنا عقدة الخواجة وهنفضل لنفضل عندنا عقدة الخواجة هو بس يا كابت المصطفى خلي بالك أصحاب فكرة خبير أجنابي يجي للتحكيم المصري هم اللي سوقوها وزارعوها ومشي بهذا الشكل ناس يعني كانت ده ضد التحكيم المصري ليه مصالح ليه مصالح واضح خلينا نتكلم بالصراحة يعني نبدأ نقبل إمتى بقى ونبدأ نقول لأ ده آه وده لأ أو كلام ده عندك المصري اللي عنده المقدرة أن يدير لاجنة الحكام ويعمل شغل ما في بعد شغل دلوقتي إحنا يعني الحكام يا كابت المصطفى العظام اللي طلعوا دوله على الأجيال السابقة دي كلها مين اللي عملهم؟ الله أقول ليه هنروح بايد ليه الحكام المصري ما بروح يطلع بينجح في إفريقيا بيجي يفشل هنا ده السبب مين الفشل وينا هو يعني أنا عايز أقول كلام يعني لا أقول لأ حكام اللي طلعت دي العظام دي لكلهم مين اللي عملهم؟ مصريين طبعا ولما العظام دي حيمسكوا هيعملوا حكام عظام برضه ما فيش كلام يعني طيب